اهلا وسهلا كديرين كديرا احوالكم كديرين مع صحيحة انتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما نقصكم حتى خير بدي سمعكم فيديو جديد روتين اليوم اختي غيكون روتين استقبال فصل الشتاء فالله يرحمنا والله يعطينا الشتاء يا ربيع لقد نفع والحمد لله يطاحت واحد شوي تشتيوة وخباقين اختي باغين انا من الناس اللي كيتعجبني بزاف هكا الشتاء فالله يعطيها الناس اللي قد نفع يا ربيع واختي وبديت بهاد البالكون هذا صاحة اختي وقيته سالات ده بخصني نجمع هاد شي كامل نحيده مني كتكون شتاء البنات كنحيد القليسة اللي كنكون مصوبة في البالكون حيث كتبقدر بلي فيها شتاء كيتكرفص لي هكا هاد الوايا اللي ديرها كيتكرفص لي الموكت اللي مفرشة في الارض يعني حيث كتبقدر فيهم شتاء فما كيلاش واصلا يعني كيكون حتى البرد على القلسة ديال البالكون انا هاد البالكون هذا مني كيبدي يسخل الحال عاد كنقعده كيجبني هكا بالنسبة لي واحد المتنفس اللي كنقلس فيه ولكن اختي هاد الوقيته صافي ماشي وقيته حيث هكا حتى هاد سينتها هدي اللي كاتش عالده شفتي واتها يا حيثة باش ما تخسرش اللي بشته مازال راح صباتش تنهر الحد او للسبت سبت في الليل كانت صباتش تيوى انا ما كنتش في الدار كنت في الدار ديال كاموني ذاك شي لاش صافي جي ساختي معولة لهاد البالكون صافي نجمعو بش ميتكرفش لي هاد شي بشتاح نجمعو وبطبيعة الحال كل حاجه ما كنجمعه حتى كننقيها كننغسلها حتى هاد الوايا هدي انتم ما غتشوفوا غادي نغسلها معاكم ننقى يختي كل شي باش نجمعو على نقا ولا طوو الله العمر من هنا اختيعو تاني ان شاء الله يا ربي يسخل الحال ونعاوذو نقذو القليسة ديالنا سابون والماء ونغسلتها هكا سلطيك الوايا هدي نخليها تسقطر على خطرها هنا يجب ان تسكن بسحت القرياج هكا ديال البالكون عفت تبقيتو كامل بحلة مغيص سبحان الله لا ديم ديك شتل ولي كتنزل قا تغيص لين الدنيا محكا تكون ديجا هكا لسقا الغبرة وكتضرب على هديك شتل وكتغيص واختي ماشي مشكيل وانا ما يمكنش لي ان نغسل هكا القرياج او لا نخوي اليوم اللي ما كنفضل انا ننضير هكا غفتة ونبقى نمسح دائما كنشير لهذا القاضية لبنات باش تكون كميصاج لبعض الناس حيث انا عارفة كي الناس اللي 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 هديهم كي يغسلوا الصراجم ديالهم البالكويات بلا ما كيتسوقوا لذوك الناس اللي يتحت منهم او للناس اللي كيكونوا مثلا دايزين من قدام هكا الديور او للعمارات فحشوما صراحة اننا نديرو هاد القضية هدي فكنوا متأكدين انكم دائما كتأديو حتى تجار لي تحت منكم ذاك المكيهة بطلي كيدخلوا من الصراجمي لكا نحل الصرجم هذا فقط واحد الميصاج للناس اللي كيديرو هاد القضية حاولوا انكم تجنبوها هنا دخلت الغرفة للنوم ديالي حتيح يطلها كاليزورغ باش نبدلاتي هي الغطاوات ديالها انظروا بها اختي واحد شوية وانا كنقى فيها قلت طروري نجاوب على بزاف ديال التساؤلات اللي كتتكرر لي كنعرف انك ينضموا لي ناس جداد كيزيدوا يعودوا يسولوا يعني اسئلة اللي كنكون ديجا انا مجاوبة عليهم فيديوهات قدام والناس اللي كتسولوني اختي سعاد واش ما ندمتيش على الماطلة نهائيا البنات اكثر حاجة ما ندمتش عليها هي الماطلة لا ديالي ولا ديالوليداتي بطبيعة الحال انا بالنسبة لي هاد النوع دياللي ماطلة مشي اول مرة غادي نخدمهم يعني انتو معارفين ما شاء الله للناس القدام ديالي انني انا ديجا كنت درتها في الدار ديالختي يعني في الدار ديالكاموني يعني را تقريبا دبارة طالعف واحدة الربع سنين باش كنتكملت الاصلاحات ديالتار وكنت بديت كنفرش وكان من ضمن يعني البيوت اللي فرشت هي غرفة ديالنوم وخدمت ليها بحال هاد الماطلة هادي غيحنا ما كنا نشدرنا لي هاسو ماطلة بحال هاد شكل هادا ولكن الحمد لله واحد الماطلة اللي استقات الكاليتي ديالها زوينا شي حاجة اللي كنكون يعني وقفت اليها عارفة باش مخدومة احنا كنوريكم ان حتى الماطلة بلادكسو ماطلة اللي مخدومة كاملة يعني بلاموس اللي هو ميديكال ما شاء الله زوينا شوفوا البناتلة في نسيو يعني كنقربكم من كل شي باش تكون اختي اي حاجة كنشاركها معاكم الاو عندها مصداقية فبالنسبة لبناتلة هاد الماطلة تقدروا تخدموها هاكا عادية اولا تزيدوا لهادي كسو ماطلة بحال اللي درت انا هاد الماطلة مخدومة بريكاليتي ديال البونج اللي ممتازة زيد عليها الاشعر باش كتتخدموها لاموس يعني شي حاجة اللي ميديكال خصوصا الناس اللي كيعاني ومنظهر بحالي تا انا كنعاني من هاد المشكل والحمد لله اختي هاد الماطلة شي حاجة زوينا بزاف بالنسبة لبنات هاد سو ماطلة انا كنضغط لكم عليها باش تشوفوا كيفاش كتكون رطبة بزاف شوفوا يعني مني كتنعسو لاركت تاخد لفرم ديال الجسم ديالكم شي حاجة زوينا ميديكال ودائما غنعود نقولكم من دمتش عليها فكنتمنى اني نكون جوبت على التساؤلات ديالكم اي استفسار دائما رقم ديالي اختراه الاشارة ديالكم الناس اللي كيقولوا لي ما كان عرفوا الصندوق الوصف انا غنخلي لكم رقم الهاتف ديالي فاول تعليق متبت فاللي محتاجة شي حاجة دائما كنقولكم اختي مرحبا بيكم المهم زوينا ديالي هنا دزت كننظف هكا لاتدولي وقلت ضروري نشارك معكم طريقة ديال التنظيف ديال هاتفو بالانتي طاش يعني سواء كان عندكم فغورة في النوم او لفلي كنابي اول حاجة قبل ما تدوزر بنات تنظفوه هي اخدوا سبيراتور ودوزوها عليهم زيان انا ديرا هاد الرص صغير هادا اللي كيكون هكا بحال شيطة صغير ما عندكم شغطي سبيراتور ديروغي واحد شتة طيبة صغيرة تكون خاصة يعني ديروها خاصة غيب حال هاد الشي وشطبوهم مزيان باش تحيدو ديال الغبرة اللي كتكون لاصقالية ومن بعد محييت تغتيالي الغبرة مزيان دزت المرحلة بتنظيف والتعطير هناك ناخد شوية ديال الماء ندرت معه 1-4 كس ديال الخلغي ما تصورش ليه وشوية من هاد المعطر ديال الملابس هاد طريقة كننضفه وكننعطره هانتو مادناس كنناخد واحد الفيطة كنغطسها في ذاك الماء اللي ديرا في ذاك المعطر وخلط نضيف وكنعصرها مزيان باش مايبقاش ليه فيها الماء عاد كندوز نمسحها هكا في التوب ديالنا يعني سواء محال يقول لكم كان في كنابي او لا في غرفة ديالنا هانا شوفوا بانتلي واحد طبيعة سنجيب اختي المنقذ هههه ههه 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 هو اول منقذ ديالي اختي هو اصبيروكس وشكرا المتتبعة ديالي اللي صفات وليمسكينا وصفات الي معها بزاف ديال دياللي كادو كان نقولها شكرا لك بزاف بزاف مرة اخرى شاركته معكم في اللايب اللي كنا درنا ديال المية الف كرشو كنخلي ما كاملاش دقيقة هانتو سافي كنمسح وها هي اغتيت طبعا مشات واكتر حاجة كتعجبني في هاد البرودوي هذا دير اسبيروكس انه ما كيخنقش وداب اغتيعات كنمسح مزيان بديك الفيطالات الدولي ديالي هكا كنكون نضفته عقمناها اغتيحت بدك خلط نضيف عطرناها بدك المعطر ديال الملابس و اهم حاجة بحليك تكون في الوين حيض الغبرة ايلا جينا نختيو احنا مدوزنش علي بلاص بيغاتو او لبشتيطة باو درنا هكا الزيف اللي يكون فازق او لفيته فازق او لسنا نمسحو ربحلك لسقوع لي ديك الغبرة كتر يعني بحللك نزع الكوه ماشي كننققوه فالمهم هدي كاسوكاغي كافكار وكان صائح هنا ديزتحت لهاد الكوان او لهاد الركن هذا بطبيعة الحالة لبنات انا ولو يعني الغرفة ديالي صغيرة بزاف الفصالة ديالها مش كودرة يعني هادشي كل وكنت باختاجيتو معاكم ولكن حاولت اني نخلق منها واحد الفضاء اللي يكون زوين اللي نقدر انني يعني نستعمل غرفة ديالي باريحية حاولت اني ندير حتى هاد الكوان هدا ولو صغير حاولت اني نخرج كوان اللي ندير في هكا الماكياج اللي بخودوي ديالي يكونوا مجموعين يعني ما نبقاش غم زوتهم في الماكان فبالنسبة لبنات لهاد الركن هذا ران شاء الله صاوبت بحاله الواحد المتتبعة ديالي غادي نشاركو معاكم خدمتو لها فلون اخر لي تماشا لها مع غرفة دنون فين غا تركبوه بدن حتى فشكل ديالي مرايا المو ما نحرقش المراحل ده بنشاركو معاكم تواصلت معايا وكلفتني اني نخدمو لها فبطبيعة الحال انا كنقول لكم انا اختراها الاشارة ديالكم مشينا وركبنا لها والحمد لله فرحات بي وعجبتها النتيجة الخدمة كانت متقونا ولو غيرو كنصغي وربسط ولكن اهم حاجة ان نخدمنا لها اختي بحب وبايتقن صافي مسحته مسحت حتى المرايا رجعنا كل حويجة اختي البليستها هكا كنكون وحطين كل حويجة على النقا هاد اللمسات الاخيرة اختي كتكون زوينة مشي بحلمني يالله كتبداي فروينا كتبداي وانتي بخلوعة ولكن مني كتوصلي لهاد المرحلة الحمد لله اختي الله على راحة كل شي نقي كل شي اختي هو هادك هنا غدي نجاوب على البلاكار حتى البلاكار مؤخرا كيجوني عليه تساؤلات كتيرة بالنسبة لبنات البلاكار الناس اللي كتسولوني شحال خصي يكون عندنا فلعبار باش نقدرو نخدمو بحال هاد غورفة النوم اقل حاجة البنات خصي تكون عندكم فهذا الحيط هاد اللي كنديرو فيه البلاكار او ناموسيه دينا بعد تكون ديك 3 متر و 20 او ل 3 متر و 40 يعني هذا اقل العبار تقدرو تخدمو به هاد الشكل ديال الغورف النوم باش كتقدرو انكم تخليو هكا يعني ليس باس في ان تقدرو انكم تديرو دوك اللي بلاكار اللي كيجو في الجنب ديال الناموسيه وعدروا الناموسيه ديالكم الوسط وإلا كان عندكم هاد العبار ديال 3 متر و 20 او ل 3 متر و 40 مخصصكم شا البنات يعني تفوتوا في العبار ديال الناموسيه متر و 40 او ل 1 متر و 50 متر و 40 عبار ستنو نضار يعني متواجد فالاسواق ولكن إلا دخلنا في المتر و 50 كنواليو في واحد العبار اللي ماشي موجود يعني غنطروا نخدمو له ماطلب حل هادي اختي بحال ديالي ايو هاد الشي اللي كينزبينة ديالي ده بغنجاوبكم على الارضية اللي حتى هيك يتكرر عليها السؤال بالزفد المراس واش زليج واش باكي واش جيرفليكس هاد اختي جيرفليكس مهم ناس جداد مالقدم ما شاء الله انتم مما اللي انطار هادا جيرفليكس ما ندمتش البنت ما ندمتش نهائيا كن نضفوه بسهولة كن جفف فختي براحتي ما كنخافش منو الحمد والله صدق لي زوين بزاف غير هو بطبيعة الحال حتى الجيرفليكس بسكن تعرفوا تاخدو جيرفليكس اللي تكون الكاليتي ديالو زوينة وتعزلو معلم اختي اللي يكون حريفي اللي يركبو لكم بطريقة اللي تكون زوينة بزاف سافي دزت هكا كلمت النموسية ديالي قد بويم بدلت لها الغطوات اللي كانوا بطبيعة الحال اخسره كل واحدة كندير ذاك الشي اللي عندها غاندير هاد المينطة هادا ببدا شوية كي يبرد الحال ذاك الشي لاش بدي سكن نجبض هاد المينطة هادو اللي كيكونوا هكا شوية خفاف المهم نكمل اختي ان شاء الله وهانتوما معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و سافي زوينة ديالي الحمد لله اختي كل ما يحتاج اختي لالشي اللي تصويرو را انا كنت كان صور معاكم الفيديو و بدأ اختك شتيبة الحمد لله اختي الله يرحمنا والله اعطاها لا قد انفع اشترك اشترك اشتركوا في القناة 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 كمية قليلة كمية نصف كسم خلط ما بين الزبدة والزيت نصف كمية نصف كمية نصف كمية نصف كمية في الكراجة نصف كمية نصف كمية نقص بنا نقص بنا تقلق نصف كمية نصف كمية نصف كمية نستعمل الجبن اي نوع الجبن اي رجل تنقى جبن نستعمل الجبن كم المصدق جبن يقص المزيد من الزبدة والزيت والاقص المزيد من الخلط الموجود يجب نضيف المزيد من الطريقة نضيف هكذا السميدة على الوجه نقضي كمية المقلح تسخنة جيدا هذا المول الخاص بالحرشة خمسة درام نضغط عليها الغليقة لتخذ الحرشة لا تشقق لكم من جنب هذا هو السر الحرشة نضغط عليها قليلا نضغط عليها نضغط عليها قريبا نضغط عليها قريبا نضغط عليها قريبا نستمر نستمر حتى نكمل الحرشة كاملة يجب أن يكون حرشة جيدة حرشة جيدة نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها الحرشة جيدة لنضغط عليها حرشات مختلفة حرشات مختلفة حرشات معمرين بجبن مختلفة حرشات مختلفة حرشات مختلفة حرشات مختلفة حرشة مختلفة حرشات مختلفة وإعرفة بالكتار 부�яет واحمر ليصفظ شكرا لكم